السحيات مصر ونيوزولندا النتيجة 1-0 الاستحواز مصر 49 51 16-4 3-1 428 مصر 41 لنيوزولندا 354 مصر 360 لنيوزولندا ركنيات 2-4 نيوزولندا 5-2 مصر 1-2 نيوزولندا الحصيرات دايما بتقول لي مين يكسب اه اكيد بس هو دايما يعني تحدي في الاستحواز هم استحواز عادي اه استحواز بس هم دايما بيعملوا احصائيات لدايما لإيه يعني دايما الحاجات دي برضو تقول ليه طب هم في أوقات المباراة بنسبالهم لا كان مستحوز أكتر من ده طب التمريرات هنا غير هنا وده بالتالي بيتبني عليها الكتش بيبني عليها والمحلق ده بيبني عليها شكل وتحركات اللي عابين في الملعب انا محترامي اه انا استحوزت بسلا 60% لكن ابو جبل مجاتلوش 3 اربع فرص زي ما احنا واحدة في العرضة وشعب او مليهم واحدة في العرضة بس احنا عندنا مصطفى محمد 3 انفرادات عندنا مروان واحدة مرواناتية تشديدة اه تريزيجي او مرموش 2 انفراد اكتر الاستحواز ده الاستحواز ده ممكن زي ما انت بتقول في أوقات اه لكن انا محتاج منه ايه هلانا كسبانه بموت اللعب لكن اللي واضح النهاردة الخروج بتاعنا احنا من تحت اه هو عمل كده مع افشا عمل كده مع شوكري كل اللي طلعه سلم عليه هي دي بقى شوف ممكن ده يطلع قبل كده قبل كده ان افشا في موتش كويس او وحش بس زعلان يطلع لا ده طالع خدت في حضني وانا ملي بياخد ربنا هو اللي بياخد طبعا اسام فالعلاقة اللي بينه في التمرينات او العلاقة اللي هي في المعسكر بقى اللي تمت الجديدة عن اللي فات ان افشا مكانش موجود لعبلي كده فكونوا اختاروا طبعا فايه دي حاجة كويسة كنا هلعب اساسي تقريبا 80 دقيقة تقريبا هلعب اساسي لما كويس قوي اطلع ويحضرني او يقول لي مبروك او كويس حاجة جميلة طالما اكلمنا على الافشا عندنا طبعا هو لعب 81 دقيقة لمس الكرة 54 مرر 46 تمريرة تمريرات صحيحة 43 يعني من 46 مرر من 46 مرر 43 حاجة 90 لا 50 في المية معنا كابتل معنا معنا اي اي لمسات دي ايه افشا ده ايه دقائق اللعب 81 اللمسات 54 تمريرات 46 صحيحة 43 اكتر من 90 في المية اه يعني بسم الله مش الله حاجة يعني هو ده اللي عايزه كابتل حسام عشان كان لعب افشا شوف عزيب حالفا كان ده اللي في الستوديو او كل الناس كانت حاسة او متقيلة ان افشا مش يبدأ المبتش ما اقولك التشكيل ده فيه 3-4 عاستحالة يبدأوا عاللي فات فالحاجة الجديدة هتتكتب له حسام والماتش الجالبة فيه 2-3 جديد هتتكتب له طيب مصطفى محمد الارضة برضو والتميز اللي فيه مصطفى محمد لا ده ماشي ماشي الله بقاله فترة وده خمس ماتش يجيب فيه جوان اه يعني حتى في البطولة كنا كميلنا كان ممكن ياخد ده في الدورة بتاعت ام افريقية هو ماشي هو مرتاح هو بتجيله كورة عرضية كتير طيب مصطفى محمد لعب 1-8 دقيقة جاب هدف سدد 2 تزدد على المرمى 1 تمريرات مفتحية 1 شوف ميزة مصطفى التزديد اه لكن انا بقول ممكن يسدد اكتر من كده عشان لو كل ما سدد اكتر كل ما يجيب جوان اكتر اللي بعده معانا كمان تريزي جي تريزي جي 1-8 دقيقة تزدد 1 تزدد على المرمى 1 تمريرات 34 صحيح 29 برضو تمريرات يعني فيها برضو تدقة كويسة طبعا ممكن حاجة وتمانين صح لكن هو النهاردة تزدد جي مش زي المرشات اللي فات اكيد يعني مرموش فارق النهاردة كتير اوه عليه بصراح مرموش كمان معانا مرموش لعب 2-6 دي في المرموش اه تزددات على المرمى 2 تزددات 2 تزددات على المرمى ما فيش تمريرات 24 تمريرات صحية 18 تمريرات مفتحية 1 وفيش الفراضات ولا حاجة يعني هو كبر تحاول واحد من اللاعبين انت قلت لي واحد من اللاعبين المميزين في فترة اخيرة اوه صراحة حتى فهم اوروبا افريقيا اوه وفي الدور الاماني ماشي قاس اوي والنهاردة ممكن من احسن الناس الموجودة ماذا لو كان محمد صلاح مشاركا اليوم امام نيوزولندا هل كان ممكن طريقة اللعب تختلف هل كان ممكن بشكل الاداء ده محمد كان يبقى فيه اكتر ويقدم مردود مميز اكتر مجردود الالب كده اوه طبعا بمعنى بس عندك قيمة على اقل بتلفت انظار الفرقة التانية لكن هتقوله لعب ونجرايت هلعب ونجرايت زي ليفربول لكن هو كان بيطلب منه فيتوريا ينزل في نص الملعب يخش جوه يروح الناحى التانية صراحية الحيطة بتاعته حافظه كويس مع السرعة معه 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 هيبقى ليه شأن كتير لانه هو خلي بالك هو بيتعمد يلعب مع مرموش تريزيجي ومصطفى محمد لانه هو الثلاثة اللي بيمتفاهمين لكن لما يلعب بليميكر مين اللي كان بيلعب كانش حد بيلعب بليميكر وراه مين هيديهم كان حمدي ونني مثلا كان مروان صح مفيش حد بليميكر النهاردة لما تواجد قبل ما يطلع عشور قبل ما يطلع أفشة رحنا لجوم كتير عن طريق مين السروباس فهم ما فهمين بعض كواس قوي لكن مش عايزين نحمل على محمد صلاح يعني هل مثلا تكسلت لانه مش هتجيبه دا خالص لأ طبعا لكن هو وجوده ووجوده مع الفرق اللي أنا شوفتها النهاردة دي يقدروا يساعدوا كتير مش هو اللي يساعدهم في فرق هم يساعدوه يعني المدير الفني ممكن تختلف من المدير الفني لآخر في يعني في الحس يحس انه طلع قدرات العيب عن العيب آخر موجود هو المدير بالمصري فيه الحتة دي وحسام حسن فيه الحتة دي فمش هتاخد وقت بس احنا عايزين نصلح العلاقة في الوقت الكلام ان انت لو في حاجة سمعتها دا انت قاضات عادية انت بقلعب وانت بقوحش في الملعب خلص طبعا يعني لكو عليك لكن ما كناش هنعرف ان احنا نتقابل بس في المجمل في المجمل الشكل عام من كل الجوانب انا شايفه يوم جميل يوم رمضان وصعر رمضانية جميلة في ملعب اول مرة يتلاعب عليه بالشكل دا والخضور دا انا بصراحة سعيد وبنوجه طبعا الشكر طبعا للقيادة السياسية سادة الرئيس يعني حاجة من الحاجات الجميلة جدا البطولة تحسبت نعم البطولة تحسبت اه طبعا طبعا في الاجندة الدولية ده حاجة بس الناس تحربها البنية التحتية تحت بزالة الفيفا مش فكورة بس كمان يعني وبعد كنها شوفها قدام ادي واحدة من الحاجات كانش حد يعرف عنا حاجة استادة علامي ولا لا طبعا انا نفسي بس ياسر يجيبي للصورة المعنى كمال تعمل الليل كمال الليل استس كمال ماشي طبعا هناخد مرون عطية لعب تسعين لمسات ستة وستين تمريرات تمانية واربعين تمريرات صحيحة أربعين تسداد على المرمى واحد الفوز في المبارزات الأرضية سبعة رجل المباراة أحسن لعب في المباراة هو وعزق لها كاب يعني الحساءات اللي عمله هنا زمالي النهاردة يعني التمرير فيه دقة في التمرير لعب الشغل ده لعب عليه حسام حسن كتير في فترة أخيرة لا اللي ساعده كمال في فرقة تانية محمد ولا مرضو عشان المنافس نيوزلندا لا بتضغط وبتضرب بالعب كورة حتى هما لو جبت انت الاستحواز هما أكتر منك لأنهما بتحركوا كويس لأنهما صغيرين لكن انت جارتهم وتفوقت عليهم يعني ان شاء الله احنا كده في الطريق لو كرواتيا أو تونس شايف الاستحواز ممكن مختلف قدام الفرقة دي اه في نسبة تمرير التحديدا تونس وبعدين أعلى حاجة كرواتيا مش هتلعبك زي ما دولا لعبوا هيقفلوا ازاي يضغطوا عليك زي ما دولا لعبوا عندهم انطلاقات سريعة الهجمات المرتدة فده اللي احنا لازم يعمل حسابه عليها يعني ده مستوى قول مسلا متوسط النهاردة اللي جاي جاي جدا وممتاز خطوات محسوبة خطوات جميلة وحاجة يعني مبشرة هو هو ده دايما ابدأ واحدة واحدة عشان تبشي تكمل سبا عندك نفس وعندك قدرة وعندك سرعة وعندك أداء كويس جدا على فكرة ممكن ياخد البطولة وممكن لا ولو ما اخدش البطولة بقى مش لازم فيه ايه فيه حاجات كويسة اتعملت انت عرفت ان عندك ممكن يكون فرقة اتنين عندك ناس قاعدة بره زي اللي جوا عندك ناس مزعلانة دي اهم حاجة مزعلانة خلاص لان في اي وقت هتلعب بس هو ههمه ان ان انت هتلعب كويس عنده عندنا كنا بنكلم عن مشكلة الباكليفت خلاص النهاردة كل الناس هتطيع تقول لك ليه ولعب حمدي ومشي علم بغرفة شهر خبت علشان وقب على رجل وبيلعب وبيشارك الرجل اساسي فمعنى كده ان حمدي هيلعب اساسي مطشب تها افريقيا من دلوقتي انا بقولك هو البديل مين يا اما يجيب فتوح يا اما يخلي شكري ويمشي بالاتنين هو عموما فتوح لما يرجع ويلعب ويشارك باساسي مع نادي الزمالك زي مكان قبل كده مميز اكيد هيبقى برضو له تواجد شالبي ممكن ياخد ليه دور هو شالب برضو معلومة برضو شالب كان رايح عنده اصابة خطفاء لا لا طاضح ان ما فيه عندهش حاجة لا لا كان عنده اصابة الدكتور بتعناية قالك ما فيه ايش الدكتور النادي يقول لي زي ما عايز بس هو المنتخب صراحة وقال له انه كان عنده اصابة والرجل تأقلم تأقلم مع التدريبات مع التدريبات الحمد لله اه يعني